الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك ويعلم ما يجيش في صدرك ويعلم ما فيه من فرح وترح وألم وحزن وهم وغم وضيق وغير ذلك فلذلك من باب العلم سلم بهذا الباب له سبحانه وتعالى فهو لا يعزب عنه شيء اسمع إلى بعض الآيات التي توضح علمه سبحانه وتعالى تستأنس وتعلم أن ما تأخر عنك إنما كان لحكمة يعلمها هو عندما سأل فرعون موسى عليه السلام قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه سبحانه فهو الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه سبحانه أي شيء يعلمه الله يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لظيف خبير سبحانه سبحانه إنه يعلم ما تجيش به الصدور قبل أن تتكلم به الألسنة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور سبحانه سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم تصبر واطمئن وثق بأن الله سبحانه وتعالى يسمع لكنه يحب منك أن تلح عليه وأن تكثر عليه في الدعاء وأعلم بأن ما أخره عنك ما كان إلا بحكمة وما كانت تلك الحكمة منه إلا لرحمة منه بك أنت فكلنا فكلنا نرتمي على بابه وبين يديه نقول وقفت ببابك يا خالقي وقل الذنوب على عاتقي وقفت ببابك مسترحما لهيبا من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي ومن ومن الذي سيرحم إن لم ترحم أنت فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن ترحم فمن يرحم سواك يا رب يا رب يا الله يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته